أهلا بكم يشير ملخص التعليم الأسبوعي لقداسة البابا فرنسيس إلى إنجيل لوقة الذي يصف صورة المسيح في جو مفعم بالصلاة حيث يصلي يسوع في المعمودية بالأردن قبل أن يتجه لخوض قرارات مصرية في رسالته ويختم قداسة البابا تعليمه بالقول إنه ليس هناك صلاة لا تستجاب بل إن اللجاجة بالصلاة تجعل تلك الصلاة حتما تصل إلى الله وفي ختام التعليم بارك قداسة البابا الحاضرين وخاصة ناطقين بالعربية القادمين من الشرق الأوسط بصلاته لأجل كل طفلا صغير ومريض ومحتاج أيها الإخوة والأخوات الأعزاء يشير تعليم اليوم إلى إنجيل لوقة في الواقع يصف هذا الإنجيل منذ روايات الطفولة صورة المسيح في جو مفعم بالصلاة فيسوع يصلي في المعمودية في الأردن ويحاور الآب قبل أن يتخذ القرارات المهمة ويتشفع لبطرس الذي سينكره حتى موت المسيح يغوص في جو من الصلاة لدرجة أن ساعات الألام تظهر مطبوعة بهدوء مدهش يسوع يعز النساء ويصلي من أجل صالبيه ويعيد لص اليمين بالفردوس وفي إنجيل لوقة نجد أيضاً الطلب الذي يعبر عنه أحد التلاميذ بأن يعلمهم يسوع الصلاة يا رب علمنا أن نصلي من هذا الطلب يولد تعليم واسع يشرح من خلاله يسوع لتلاميذه بأية كلمات وأية مشاعر ينبغي عليهم أن يتوجهوا إلى الله لكن في هذا التعليم الذي يعطيه يسوع لتلاميذه من الأهمية بمكان أن نتوقف عند بعض التعليمات التي تشكل إطاراً لنص الصلاة هذا نجد مثل الصديق المزعج الذي يذهب لمضايقة عائلة نائمة بأسرها لأنه قدم عليه صديق من سفر ولم يكن عنده ما يقدمه له أقول لكم يشرح يسوع وإن لم يقم ويعطيه لكونه صديقه فإنه ينهض للجاجته ويعطيه كل ما يحتاج إليه وبعده فوراً يضرب مثل الأب الذي لديه ابن جائع ويقول فأي أب منكم إذا سأله ابنه سمكة أعطاه بدل السمكة حياً بهذه الكلمات يفهمنا يسوع أن الله يجيب على الدوام وأنهما من صلاة لا تستجاب وبأنه أب لا ينسى أبناءه الذين يتألمون إن هذه التصريحات بالتأكيد تضاعنا في أزمة لأنه يبدو أن العديد من صلواتنا لا تجد نتيجة كم من مرة طلبنا ولم ننل وقارعنا ووجدنا باباً مغلقاً لكن يسوع ينصحنا في تلك اللحظات بأن نصر وأن لا نستسلم يمكننا أن نكون متأكدين من أن الله سيجيب لقد وعدنا بذلك هو ليس كأب يعطي حية بدلاً من السمكة أيها الإخوة والأخوات الأعزاء لا يوجد شيء أكيد أكثر من اليقين بأن الرغبة في السعادة التي نحملها جميعاً في قلوبنا ستتحقق يوماً ما ستتحقق يوماً اشتركوا في القناة ونقادمين من الشرق الأوسط أيها الإخوة والأخوات الأعزاء اقرعوا وسيفتح لكم ولا تستسلموا أبدا إن الصلاة تحول الواقع على الدوام فإن لم تتغير الأمور حولنا نتغير نحن على الأقل ليبارككم الرب